إلى التفاصيل وشان صني علنت ألهيات صنية للإحصاء يوم جمعة أن معشر أسعار مستهلك المقياس الرئيسي للتضخم ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوية خلال شهر يوليو وهو أعلى قليلا من زيادة بلغة 0.2% المسجلة في يونيو مع استمرار طلب محلي على لا سهلك في التعافي بسبب عدم كفاية الطلب وانخفض أسعار بعض السلع الدولية انخفض معشر أسعار المنتج في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوية أيضا خلال شهر الماضي